ديسي بلدة جديدة في يد جبهة تحرير تيجراي في إثيوبيا تعلن الجبهة سيطرتها على البلد الواقعة في إقليم أمهراء إنها على بعد 400 كم شمالية العاصمة ديسابابا ذك يثقل رصد الجبهة في ميزان صراعها مع الحكومة المركزية إنها أقصى نقطة جنوب إقليم أمهراء تصلها الجبهة منذ سنة من الصراع تنسحب القوات الحكومية منها وقد أسر عدد منها في يد جبهة تحرير تيجراي يقول المتحدث باسم الجبهة لتاشو رضاء في تصريحات لوكالة رويترز فقد دارت بين الطرفين مواجهة عنيفة لأيام وانقطع الطيار الكهربائي على أجزاء من البلدة لم تجد دعوات رئيس إقليم أمهراء الكالكيفالي سكان الإقليم المسلحين على التجمع في المدينة للدفاع عنها فقد خسرت القوة الحكومية نفسها المعارك مع مقاتلي جبهة تحرير تيجراي في البلدة تدفق مدنيون فروا من بلدات شهدت معارك هنا في الشمال قبل أيام كانت القوات الحكومية قد شنت غارات جوية على إقليم تيجراي مستهدفة منشأة تابعة للجبهة على بعد كيلومترين من مطار دولي في مدينة ميكيلي لم تزد تيجا الغالة سكان المنطقة إلا إيغالا في البؤس تفيد منظمة الدولية للهجرة أن أكثر من مليون شخص نزحوا عبر 178 موقعا في منطقة تيجراي وعفر وأمهر المجاورتين طلبا للمساعدة الإنسانية وللحصول على الخدمات الأساسية تضيف بيانات المنظمة أن نحو 75 موقعا لم يتلقى مساعدات غذائية منذ اندلاع النزاع